سلام عليكم تعرفون شنو اجمل ما في القناة هذه هي النتائج اللي صراحة قاعد اشوفها التحقق من خلال هالقصص هذه والله يا جماعة لو انشر لكم الرسائل والفيديوهات والفويس اللي قاعد يجيني من اصحاب القصص انكم تستمتعون بجمال ان الواحد يقدم شي بها الدنيا انا راسلني واحد والله يا جماعة انها اجمل رسالة وصلتني الفترة اللي فاتت وتخليني يعني تعطيني امل صراحة وتعطيني دافع بتقديم الافضل تعرفون قصة شهادة الزور رقمها 619 اللي ذكرناها عن شاب عراقي تعرض يعني لمشاكل في بلده وبسبب شهادة الزور اللي قدمها احد جيرانهم يعني بشكل كيدي وجاب شهود والتهمون بان ارهابي وهالكلام هذا وصار عليه القاقبض والناس تدور عليه المسكين اضطر انه يترك بلده ويترك أهله اللي ما عندهم غيره ويروح احد الدول وبعدين جت زوجته وسافرت عنده وعاشت معه وبعدين يا الله قدر يجيب بنته وبنته مسجلة على ابوه بسببت هالقضية شهادة تزور وجدته بنت وهو في الغربة ومسكين مو قادر حتى انه يسجلها وحالتها المادية صعبة جدا الولد هذا الصدقون انه بعد ما طرحت قصته كثير كلموني يا ابو طلال احنا عايشين في الدولة الفلانية وانا والله اشكركم جدا على الروح الانسانية اللي عندكم كثير قالولي يا ابو طلال اذا اهو عايش في الدولة الفلانية انا موجود انا اوفر له سكن وارف له شغل واعطيه راتب واضبط اموره وكثير والله لكن الرجل بامانة يعني يرفض المساعدة المادية الرجل ما كان قصده في الموضوع هذا انه يبي احد يساعده ماديا الرجل عنده عزة نفس وانا احترمه جدا الرجل كان يطمح الى انه يوصل قصة كفاحه وحياته حق اهله في العراق علشان يعرفون ليش اهو هاجر وقاعد في الغربة وشنو قاعد يعاني وبعد ما نشرت قصته بلغني قال لي يا ابو طلال انت ادري شنو صار بعدين كنت لا والله ما ادري قال لي بعد ما نشرت القصة زوجتي خذت رابط الفيديو اللي باليوتيوب وانشرتها الى جماعتنا اللي موجودين في العراق والكل سمع القصة وراح الرابط هذا من تليفون لتليفون توزع عن طريق الواتساب والفيسبوك وكذا المهم اهل المدينة اللي احنا عايشين فيها كلهم اسمعوا قصتي فيه كثير ما كانوا يدرون حقيقة الموضوع وبفضل رب العالمين ثم بفضلك يا ابو طلال تجمعوا كبار المدينة اللي انا عايش فيها ومن بينهم عمامي وهلي وابوي قاد الموضوع وراحوا قابل بيت جارنا هذا الولد اللي تسبب في مشكلتي واللي جاب وهم سبتها جابوا الشهادة الزور وان القريبة هذا اللي كان ضابط المهم وصارت كأنها مطالبة يعني قبائلية يسمونها عندهم طلابة ان انت سببت بهجرة ولدنا وكذا وكذا وما يسير وحرم عليك والناس بدأت تتلوم هالشاب هذا يقول الحمد لله يا ابو طلال انهم استقروا على راي ان الشهود هذول اللي راحوا يشهدون يعني راح يتراجعون عن شهادتهم وراح يتمحل مشكلتي وان شاء الله اني راح ارجع انا وزوجتي وحيالي الى ديرتي مرة ثانية وانا اشكرك جدا وان شاء الله راح ارسلك فيديوهات وبيسوون ان شاء الله حفل بعد عودة ان شاء الله وراح ابشرك وابشر وابشر المتابعين اللي كانوا متعاطفين معاي في الكومنتات اسفل الفيديو قلت لها والله العظيم انا ما ادرش يقولك لكن والله اني انا سعيد اكثر منك بحل القضية هذه اللي كانت يعني هي قصة حياتك لمدة سنوات واسمحولي بيقولكم الرسالة الثانية قبل ابدأ القصة الرسالة الثانية من شاب يقول لي يا ابو طلال عندي والدتي بعد ما توفى والدي الله يرحمه المسكينة صار فيها وسواس قهري يعني صار فيها فوبيا من الخروج من البيت وخصوصا ان ما تركب السيارة لو ش تسوي يقول لدرجة يا ابو طلال الوالدة كبيرة في العمر ونبي نوديها مرات مستشفى نبي نوديها عيادة نبي نعالجها ما ترضى انها تركب السيارة يقول والله كنت عاني المهم يقول ذاك اليوم وجبرناها غصب تركب السيارة علشان نوديها للمستشفى فيقول انا دائما اسمع قصصك وانا ما اشوف الطريج يقول من كثر الوسواس اللي فيها اذا ركبت السيارة تلقاها بحالة توتر مطبيعي تنتظر بس اللحظة اللي ننزل فيها من السيارة طبعا هذي تسببت فيها اعتقد يعني حاد السيارة سابقا يعني وتفرقمت معاها الحالة المهم يقول انا قمت اشغلها قصة من قصصك اللي انا كنت اصلا قاعد اسمعها ولما ركبت الوالدة يعني كملت القصة يقول والله يا ابو طرال الوالدة اندمجت وانبسطت من القصة ومن نهاية القصة ومو راضية تنزل لما وصلنا الى المستشفى تقول كمل شوي خلنا اسمع بعد القصة اللي بعدها يقول اندمجت يا ابو طرال والله ده الشينا خلصنا مراجعتنا ورجعنا تقول لي شغل لي مرة ثانية هذا اللي يسولف وحطيت لها قصة ثانية وثالثة ويقول وانا قاعد الف فيها بالسيارة شا تقول لي تقول لي لا حاول انك تطول الطريق يعني علشان ما نوصل البيت بسرعا ابي اسمع شنو نهاية القصة قلت له يا يوم ما عادي ترى الحين في البيت اشغل اللي تشعني تقول لا 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 انا شيء مستمتع تشوف الشارع وتشوف القصة يقول والله يا ابت الله من ذاك اليوم والوالدة تنتظر اللحظة اللي تركب فيها السيارة علشان تندمج يعني بسماعات السيارة وكذا وتندمج بالقصة قال والله العظيم انت حليت لها مشكلة اطباء نفسيين يعني يا ما راجعناهم وما حلوا هالمشاكل هذه لكن سبحان الله يا جماعة بقولكم شيء انا حين ما قاعد اقول لكم والله امدح نفسي ولا شيء لا 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 كل انسان فينا رب العالمين حاطب ايده خير فيه مننا اللي عنده خير بسيط وفيه من عندنا اللي يقدر يسوي الهوائل لكن لا تستصغر اي عمل خير تسويه بحياتك كم من عمل صغير كبرته النية وكم من عمل كبير صغرته النية انت لو عندك شيء بسيط تقدمه كانسانية لأي شخص تعرفه ولا ما تعرفه انت ما تدري هالعمل الخير اللي تسويه شنو مهم وكبير عند هالشخص هذا لا تستصغر ولا تردد بتقديم الخير دام ان هالشيء هذا ما يضرك قصة اليوم احصلت في الالفين الفين واحد الفين واثنين وهذا كانت من اغرب القصص اللي فيها مصادفات يعني ما تطري على البال رجل كان متزوج ما صال لا سنة ولما تزوج تزوج بعمر يعني بالخمسينات كان مقضي حياته كلها تجارة وسفرات والدنيا كانت ماخذتها بطول بعرض مو ذاكر اصلا شيء اسمه زواج ابوه متوفي وهو وحيد امه وابوه وعنده ما شاء الله بيت كبير وتجارة ابوه واستمر وراء ابوه وكون ثروة فوق وكون ثروة فوق ثروة لين وصل عمر خلاص حس ان في شي فاقدة قال انا بتزوج خلاص اباستقر انا قاعد اجمع بهالفلوس وهالملايين حك شنو احنا اذا متوين بتروح وفعلا شاف لفتاة عربية من احدى الجنسيات وهو شاب كويتي هذا وساكن في منطقة عندنا في الكويت اسمها محافظة الاحمدين من اهل الصباحية وتوافق من رب العالمين تزوج الرجال واستمر معاها سنة لكن بدت الشكوك تدخل في قلب هالرجل هذا بعد سنة من الزواج ليش هذا الرجل لما تزوج هالبنت هذه غرقها بالفلوس ما قصر عليها بشي سفرات وشهر العسل في احسن ديرة ولما رجعت وعطاها ولا هي متزوج واحد رب العالمين رازقه وبيت وخدم وحشم يعني البنت يعني طاحت واقفه لكن شن اللي صار هذا الرجل شاري سيارة حق زوجته السيارة باسمه بعد سنة راح يجدد اللي هي سمونها استمارة السيارة او دفتر السيارة راح نسميها خلصت التأمين ويجدد لما جاي بيجدد قالوا له عليك مخالفات قال ما في مشكلة الظاهر المارة مسرعة ولا شي ما في أبد طلعوا له كشف بالمخالفات المخالفات وين الرجال ساكن في الصباحية من أهل احمدي المخالفات كلها في منطقة السالمية اللي احنا فيها الحين وانا متعمد اصور علشان الدشون الجوي المهم الرجل سغرب ساكن بعيد يعني عن السالمية وزوجته لما وظفها وظفها كذلك في نفس المحافظة اللي هو ساكن فيها الأحمدي من وين جت المخالفات في منطقة السالمية الرجل قال لا 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 أكيد أنتم سوين مخالفات عن طريق الخطأ فراح المرور واشتكوا وقلب الدنيا وانتم ماخذين مني كذا وانتم حاطين مخالفات علينا قال لا يا حبيبي ما في شيء يصير عن طريق الخطأ في شيء اسمه كاميرات وهذه الكاميرات اطلعت فيها الفترة هذه في أول الألفية تقريبا آخر التسعينات الكاميرات كاميرات المرور كانت تصور أي مخالفة بالوجه مو نفس الحين الحين احنا عندنا في الكويت يعني أنا ما أدري الدول الثانية لكن عندنا في الكويت إذا خالفتك الكاميرا وصورتك تصورك من الخلف شوف الكاميرا هذه على اليسار شوفوها على الإشارة هذه ما أعطيتك ظهرها الحين يعني أنت لما توقف في الإشارة تصورك من الخلف لكن أول لأ كانت تصورك من الوجه حتى الفلاش كان يعمعينك تقول ليش بطلال أنت شرحت هالنقطة هذه لأن الرجال لما راح يشتكي أقوله لا يا حبيبي أنت عندك مخالفات كاميرات يعني راح نطلع لك صور المخالفة راح نطلع السيارة ونطلع لك كذلك من اللي كان يسوق السيارة قالهم يلا أوكي بشوف وفعلا طلعوا له الأصور ولا هذي صور زوجته مرة طايفة الإشارة مرة مسرعة بالسالمية مرة ما دلش المهم الكاميرات مصورتها والرجل هنا يحس أنه فيه شي غريب بالصور شنو أحد الصور شاف جنبها واحد شباب راكب جنبها طبعا ما قال شي حق المرور ولو أنه قال لهم كان خاف يتسببون بمصيبة لكن الرجل لما شاف وهو عارف وضعه ما عنده عيال ما عنده أقارب والله يعرفونها ويعرفها ويعرف أهلها منو هذا اللي كان قاعد جنبها لا تستعجلون بالحكم المهم احني الرجل راح البيت وقاعد يفكر معقولة أنا شنو قصرت فيها معقولة تخوني معقولة كذا معقولة ويا شين الشك إذا دخل بقلب الرجال أنا ما أحط اللوم على الرجل بالكامل مع أن الشك هذا خلاص هذا قاتل الزواج أبدا حاول أنك تبتعد عن الشك والوهم والوسواس لأن الشيطان لأن أبليس أفضل مهمة عنده أن يفرق بين الزوجين يبدأ أول شي بالشك تطور العملية عندك وتنتهي في جريمة ولا بطلاك ولا مصيبة لكن أنت يا المرأة كذلك لازم يكون لتدور كبير جدا بأن الشك ما يدخل في قلب زوجت عن طريق المحافظة على بعض التصرفات والشفافية بالعلاقة بينك وبين زوجة تقول إلى كل شي وين تروحين وين تردين على شأن لا يفهم غلط لأن الشيطان من أسهل العمال عنده هالسالفة هذه ما لكم بالطويلة الرجل بد الشك يأكل ويشرب معاه يوم يومين ما قام يقرب جمزوشت ما قام يقعد في البيت كله يفكر شا سوي شا سوي ما أقدر أقول حق الناس أنا قعدت طول عمر عزوبي ولما فكرت أني أستقر وأتزوج أتزوج واحدة تخوني الرجل قال لا أنا لازم علشان لا أتصرف لأنه بدأ يفكر بطريقة انتقامية خطيرة يفكر بالقتل شون ينتقم منها شون كذا شون يقتل الرجل اللي كان معاها المهم قال يبقى أنا لازم أتوجه للقانون وهذا أفضل حل ممكن أن الإنسان يسويه طبعا مو من باب من طاق الباب أو من باب للطاق تروح على طول تشتكي لا 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 تصرف بحكمة وعقل مو على أي شي أوهام تروح تفضح الدنيا وتفضح نفسك لا ما لكم بالطويلة الرجل قال أحسن ما ارتكب جريمة راح وبلغ رجال الأمن قال ميبا أنا رجال متزوج وصار لتقريب السنة وزوجتي صراحة أنا اكتشفت يعني إنها تخوني قال أولا شلون اكتشفت ترى المباحث ورجال الأمن مو أي واحد يجي والله أنا شاك يقول أوكي ويركضون وراك لا 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 لازم في عدلة لازم في شي يثبت لأن هالشي هذا بكرا يدينك إذا طلع كلامك غير صحيح تورط ترى ترفع عليك قضية تشهير وقضية رد اعتبار فما تتهم الناس أنت على الفاضي انتبه لذلك رسول صلى الله عليه وسلم حط شروط لما واحد يدعي أن زوجته تخونه ولا كذا شروط مغلظة لأنه مو أي واحد والله يجي يعني يستغل هالنقطة هذه ويتهم زوجته ولا قتلها عشان يسرق فلوسها قال خينتني ولا حبلة وحدة ثانية ويبي يطلق زوجته يحط عليها تهمتنا خينتها ترى كثير يستغلون هالأمور هذي المهم قالوا ليش وشنو عندك كثبات قال أنا شفت صور لمخالفات زوجتي احنا ساكنين بالأحمدي وهي مخالفة في السالمية لكن أحد الصور كان جنبها واحد يجلس ما أعرفه ولا يسير لها ولا لهم علاقة يعني صلة قرابة بينهم وأنا رجال صراحة شاك في زوجتي قال هلو زين وأنت شنو تصرفت قال أنا قمت يعني أكثر من مرة أراقب زوجتي لكن ما قدرت إني أعثر على شي يثبت إلا في أحد المرات وهي طالعة من الدوام وقمت أراقبها وأمشي وراها بالسيارة وما أخليها تنتبه علي يعني كنت أخلي مسافة طويلة بيني وبينها بين سيارت وسيارتها علشان ما تنتبه إلا أنها دخلت في منطقة السالمية ودخلت بين العمارات وصراحة ما وللأسف أني ضيعتها لكن أنا متأكد أن زوجتي تدخلني قالوا له خلاص سجل قضية سجل قضية حطوا زوجته تحت المراقبة والله لو أقول لكم شن اللي حصل أنكم تستغربون رجال مباحث كلفوا أحد العناصر أنه يراقب هالبنت هذه بناء على طلب قضية وإذن نيابة والكلام رسمي رجل أمن وهو قاعد يراقب أول يوم ثاني يوم التقارير اللي أرسلها اللي قاعد يراقب المرأة هذه فيها تفاصيل غريبة بلغ الضابط قال أنا حين صال لي أسبوع وأنا رقبها لكن في شيء غريب تصرفاتها قال شنو قال يعني هي موظفة تستأذن اليومين اللي فاتوا هذول علشان تروح إلى أحد الأماكن اللي بيعون فيها اللي هو تكرمون مثل السماد أو المواد الزراعية فيقول مرة من مرات ادخلت محل وكان هذا في شويخ الصناعية وطلعت فأنا دخلت المحل بعرف هي شنو شرت فقال للبائع قال لا هي تبحث عن مواد زراعية علشان تبي تقضي على الحشرات وكذا نباتات عندها في البيت وتبي اللي هي الدوى هذا مع النباتات فقال الضابط هذا أمر عادي يعني خلك مراقبها لكن شوف إذا راحت للسالمية اتبلغني علشان ناخذ قوة أمنية والروح إذا ادخلت في أحد البيوت ولا أحد الشقق راح نكون متواجدين في الموقع خلك مراقبها قال أوكي وفعلا وذاك اليوم ويتصل العنصر على الضابط وقال لحين دخلنا منطقة السالمية اطلعت الفرق الأمنية ومعاهم الضابط وين يمين يسار تعال ولا واكفين قال ترى نزلت ودخلت إلى هالعمارة هذه نزل الضابط على طول ولا هذه توها نازلة اللي هي الزوجة المتهمة أول ما طلعت ويوقف هالضابط عرفها بنفسها وقال لها أنا ضابط المباحث وانت متهمة في قضية وإحنا قاعد راغبك لو سمحتي وين كنت في أي شقة وفي أي دور المرة هذه اللي قاعد راغبونها قالت لا لو سمحت ممكن سؤال قالت فضلي ومستغرب برودة عصابها وكذا قالت من المشتك علي قال لها زوجي فلان فلان قال ما بتقعد تبجي قالت لها زوجي يتهمني بأني أنا أخونا قال لها أجل أنت وين هالعمارة هذه اللي طلعتي منها توج وين كنت وانت ساكن باللحم دي يعني مهافظة اللحم دي شجاب شي السامية كانت قول لها حضرت الضابط ترى أنا تعالج عند الدكتور هنا بالدور الثالث من ثلاث سنوات وأنا كنت مخبية هالموضوع عن زوجي لأن أنا عندي مشكلة في موضوع الإنجاب وخايفة أن يكتشف هالموضوع طبعاً طبعاً الضابط أن حرج إحراج مو طبيعي لا وكان متحمس وداش عليها قوي وين كنت ولو سمحت ووقفي وكذا زين ما اعتقلها على طول طلعت المسكينة تعالج وخايفة تبلغ زوجها علشان لا تخرب زواجها وكذا أن فيها مشاكل في الإنجاب قال الضابط أنا اعتذر منك وإن شاء الله إحنا راح نستدعي الزوج وراح نفهم ونفهم أن أهو شكوك كلها غير صحيحة سامحين أختي قلت لا ما في مشكلة أنا راح أتصرف مع زوجي أول ما مشت ولا هذا حارس العمار واقف وينادي الضابط قال يا باشا بش اسم الدكتور اللي بدور الثالث الحارس نصدم قال أي دكتور قال العيادة اللي بدور الثالث قال يا باشا العمار هذه ما فيها لا عيادة ولا فيها شخص ساكن هنا دكتور المؤ اكتشف الضابط أن البنت هذه خدعته على طول قال لهم وقفوها طاردوها وما راح تبعيد البنت قاعدة استروا علي والله يخليكم لا يذبحني زوجي قال الضابط شوفي أنا والله صراحة صدقت يعني شون خدعتيني وشلون أنا صدقت أنا ما يعرف لكن أنا مو مهم عندي قولي لي وين كنت في أي دور وأي شقة أخلص علي قالت بالدور الثالث شقة رغم كذا لكن الله يخليك لا يذبحني زوجي لا تخليه يشوفني قال لا ولا كلمة ويرجعون مرة ثانية إلى نفس العمارة ويدخلون ويطقون باب الشقة ولا تطلع لهم وحدة قال الضابط وين فلان الفلاني قالت موجود لاحظ لاحظ الضابط أن الشقة متبعثرة ومكسرين الدنيا وتلفزيون طايح والطاولات مقلوبة والغنفات بستخرب المهم جاء الزوج قال معك مباحث تعال معنا حبيبي وقال حقي الزوجة تعال انت كذلك معنا وخذوهم كلهم إلى المخفر الضابط حاس ان هالزوجة هذه زوجة الرجال اللي ألقوا القبض عليه فيها شي زعلانة وكانت تبتي وشكلها معصبة وفي شي تبي تقوله فدخلها عندها في مكتبة أول وحدة فسألها الضابط قالها ليش معصبة انت وليش كنت تبتي والشقة أول ما فتحتي الباب مبين ان الشقة واحد مكسرها وكسر الأغراض والأثاث المهم البنت انهارت وقامت تبجعت هذه منه هذه زوجة الرجل مو الزوجة الخاينة لا زوجة الرجل قالت لأني طحت على زوجي وقه يخوني مع البنت اللي انتم مسكتوها الله أكبر كل مال الفضيح تزيد قال لها انت تعرفين هالبنت هذه قالت نعم وهذه كانت تتردد أكثر من مرة على زوجي وأنا مرة اكتشفتها وسويت لها مشكلة وبلغت هالي وكذا وصالح ورجعنا لكن المرة الثانية أنا شفتها وهي حتحاول أنها يعني تدخل في موقف السيارة وهذا موقف خاص فيني في نفس العمارة فلما شفتها مرة ثانية عملت مع زوجي مشكلة لكن أكد لي أنها ما هي نفس الفتاة اللي اكتشفت علاقت فيها سابقا لذلك أنا يعني قلت لا يمكن أنا توهمت وهالمرة هذه أنا تركت دوامي ورجعت البيت لأني أنا أصلا ناسي مبلغ هذا خاص في العمل المبلغ هذا وخفت أن الخدامة تأخذه فكنت راجعة بالصدفة لقيت هذه البنت اللي أنتم مسكتوها تحت العمارة داخل البيت مع زوجي وأنا بسجل قضية على زوجي قال لا ما عندنا أي مشكلة خليت على صوب راح راح ونادوا صاحب الشقة شنو علاقتك في البنت الأولى قال والله علاقتي فيها قبل لا تتزوج وإحنا كنا ناويين أن يكون بين زواج لكن أنا وضعي المادي تعبان ولما تقدم لها هذا الرجال وكنا عارفين أنه يملك وتاجر فقالت انتظر علي أتزوجه واخذ منه اللي أقدر عليه وبعدين أطلقه وأرجع لك قال طاب زين أنت متزوج خاف الله قال لأني أنا كذلك مقرر أني أتخلص من زوجتي قال تخلص من زوجتك شلون تخلص منها قال لا لا أقصد أن يعني أطلقها قال لا 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 أنت كلامك مبين أن لك نية ثانية زوجتك أكثر من مرة يعني اكتشفت خيامتك وانت ما طلقت هليش قال ها وكذا المهم ضغط عليها الضابط الضابط كان جدا ذكي وبسبة ذكاء قدر أن ينقذ أرواح الناس تقول ليش يا أبطل ما حد مات ولا حد تعرض لجريمة تقتل لا 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 اسمع السالفة وهذه الصدمة اللي ما بعد انصدمت وفيها بالقصة شصار الضابط حس أن هذا الرجل فيه بلا يعني أبا تخلص منها وهي تخلص من زوجها وبعدين نرجح حق بعض كان ممكن وتعرفون مثل هالقضايا تحصل كثير حنا حصلت عندنا ترى من فترة اللي اقتلت زوجها وتخلصت منها ومعنا لهض يعني فيديوهات ايه وياها اللي يشوف هم يقول يرحب شلون صارت بهال الوحشية سبحان الله ممكن أنه كان تمثيلي ممكن كان شي وهذا ما يدري فمثل هالنوعية من القضايا تحصل ورجال ورجال لازم يتأكدون ما يقدر يغض النظر عن مثل هالقضايا هذي وهذا سوى ضغط على الرجال قال لتكلم أنت كنت بتخلص من زوجتك شلون لا ومو صحيح ومن ك زين أوكي أنت قلت أن هذي اللي أنت تحبها ومتزوجها واحد تاجر تبت تخلص من زوجها شلون مو راضي يعترف قال أوكي حطوا بالنظارة اللي هو السجن راح جاب الزوجة الخاينة زوجة التاجر وزوجها موجود لكن مكتب ثاني ليش ما جابوه ليش ما يواجه من جابوه الزوج وهو ماسك بطنه المسكين الولد التاجر هذا من ديش المغفر اللي هو مركز الشرطة وهم يقول لهم أبا أدخل تكرمون الحمام شوي يشوفون قاعد يرجع شوي يبي يشرب ماء يجبولها ماء يغسل وجه قالوا الظاهر انه مسكين من الانفعال وبعد ما ضبطنا زوجته الظاهر انفعل يعني ممكن توتر هذا حاطينا مكتب ثاني كل شوي داش الحمام تكرموه طالع من الحمام المهم خلوه على صوب لين يهدى قال لها يا مجرمة ما تخافين الله قالت ليش قال لها ليش كل اللي سويتي هذا وتقولين ليش وانهارت البنت والله العظيم ما كان قصدي والله كله بتخطيط منه اللي هو هذا اللي يحبه كله تخطيط منه اقسم بالله انا ما عارف حتى شلون اذبح نملة شلون اذبح زوجي الضابط افتر مخ لازم يتصرف بسرعة هذا شا قاعد تقول هذي قاعد تلمح انه في ترتيب لجريمة والمصيبة انه زوجها قاعد في المكتب الثاني يعاني الرجل من بطن ويرجع وكذا الضابط ربط ربط الاحداث بعض قال لها انت شنو حاطت للزوج شا تقول رحت شريت مبيد حشرات اللي حطونا في النباتات ما النباتات حاطت للمبيد الحشري هذا في الفطور تدروا اللي يقول للقصة واللي يقول للقصة رجل امن عاصر القصة هذه يقول تدرى المبيد هذا اللي حاطت تشنو هذا يعني الحين يسمونه مبيد حشري للصرصار الألماني تعرف مرات فيه صرصار ما يموت بسهولة يبيله مبيد قوي جدا وقيمته يعني غالي وعلبة صغيرة تشدي يقولك يسرع البعير رايحة ما اخذتها وحاطتها له في الأكل الرجل من التوتر وكان يراقبها وكذا ويحس بطنة عورة كل شوي يرجع وعبال ان هذه ردت فعله لانه معصب لين وصل مركز الشرطة وهو يعني حاس انه مضايق وحاس كذا ورجال الامن شوي يجيبوا لماي نطلب لك لسعاف انت فيك شي فيك ضغط فيك سكر مو عارف قصتها لكن لما بدت تلمح زوجته على طول ويطيرون فيه رجال الامن الى مستشفى ايامها مستشفى مبارك ويدخلون قالوا له هذا ماكل شي فيه مبيد حشري ويسووا له غسيل المعدة واثناء غسيل المعدة تفاقمت حالته ودخل بغيبوبة قاعد يومين زين انما مات الموضوع مهني الموضوع بنفس اللحظة ضابط المباحث الضغط على الزوج قال له انت شنو حاط حق زوجتك قال اكيد مدام هو اللي محرض الزوجة انها تقتل زوجة بالمبيد الحجري اللي راحت شارته وحتى انصر المباحث كان يراقبها وشافها لما قاعد تفتر بالشويخ الصناعية الاماكن الصناعية اللي بعم فيها المبيدات الحجرية وقال له حطي له في الاكل عشان يموت والموت يعني يكون تدريجي بالنسبة له لين يموت في الدوام يعني ما يموت عندك في البيت تعطينا بالافطار يحتاج ساعتين ثلاثة يكون اهو طالع من البيت واصل الدوام ويموت في الدوام وخلاص وتروح قضيته ما حد يدري اهو ليش ميت ولا حتى لو يقولون مثلا انه تسمم يقول اكيد كلا شي في الدوام اكيد كلا شي من المطاعم اللي بالشارع وينيضي شوف التخطيط الحقير شسوه المسكين شسوه فرشلة الارض ذهب شسوه مسكين ما لكم بطويلة ضغط على الرجال قال له انت شلون الحين احنا عرفنا انت علمتها طريقة شلون تخلص من زوجها انت شلون كنت بتتخلص من زوجتك انصدم قال لا مستحيل وانا ما كنت قال له انت اصلا الكلمة طلعت منك انت اول واحد قبل لا تنهار البنت يكون تعترف على موضوع محاولتها اللي قتل زوجها انت شلون كنت بتقتل زوجتك مني منك يا جماعة توقعوا شمسوي حاط لها المبيد الحشري وين تعرفون الكحل الكحل المكحلة يقول انا اصلا ما كنت يعني بعد ما تأكدوا من كلامه يقول انا ما بياذبحها ليش ما بياذبحها لان انا اصلا في خلافات بيني وبينها وكذا مرة اكتشفت خيانتي لها وتدخل واهلها فهم عارفين اخاف انها تموت ويكتشفون ان انا اصلا مرا هالموضوع الجريمة اكيد بيتهموني فحطيت لها المبيد الحشري في المكحلة هذه علبة عشان هدامة تكحل الظهر المسكينة تكشخ للجيش فحاط لها المبيد الحشري في المكحلة ليش يقول ابيها تحط منها الكحل وممكن نيسير فيها عمى ولما صر عمية اخذ راحتي اقسم بالله العظيم لو في نيجس اكثر من هال نيجس هذا يعني كان انا ارتاح ضميري بس انا ما شفت انجس منه يبي زوجت تنعمي علشان يعني مثلا يحذفها عندها لها يقولها خلاص بنتكم منعمت وانا ما نقادر وانا احتاج مارا تساعد هذا بعض الناس اللي يا ربي دخيلك يا ربي يا ربي تجازيهم وتبعدهم وتمحيهم من هالوجود ما لكم بالطويلة ويطيرون الادلة الجنائية الى بيت الزوج الشقة اللي لقوا فيها الزوج وزوجته والاغراض مكسرة يوم دخلوا ويفحصون ادوات المكياج ولا فعلا الحبيب اصلا مو مخلي شغله يعني مثل المسكرة مثل الاي لاينار تقولوا بطه اش دراك اش دراك نبعد المهم الاينار ولا موزع هالمبيد الحشري القاتل في كل الموت ناطرها بس متى تكحل الظاهر حس بي الله كان يتغزل فيها عشان تروح تكحلة وتنعمي شوف الحقارة يعني ايه تكشخلك وانت ناوي العمق ما في ما في احقام من شذي المهم وراحوا بيت الرجال التاجر هذا المسكين ولا فعلا كل الاطباق والاصحون اللي كانت مع ان الخدامة كانت مغسلتهم اثبتت انه كان في بقايا من مادة سامة موجودة في الاطباق ما لكم بالطويلة تم احالة الزوجة والرجل الخاين مع الزوجة الخاينة الى المحاكمة وتم الحكم عليهم بالسجن لمدة ست سنوات على كل الشخصين طبعا الزوجة طلقها وما اخذت منها ولا اي شي ولا اي مستحقات وكذلك زوجته ارفعت عليه قضية ونفقة وبهذلت وطلقته وكانت هذه نهاية صالفتنا الله يبعدكم ويحميكم ويحفظ ازواجكم وفهمان الله مع السلامة